أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر هذا هو الأسبوع الخامس في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الخامس كنوا معي موضوعنا في حصة هذا الأسبوع سيكون الأفعال التي تتعدى إلى مفهولين لكن قبل أن نبدأ بمناقشة هذا العنوان علينا أن نستذكره ما هو الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدد الفعل اللازم كما يظهر أمامك هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به ليتمم معناه والفعل المتعدد الذي لا يكتفي بالفاعل يحتاج إلى مفعول به لإتمام المعنى مثل أكل زيد أطفح إذن هنا عرفنا أن الفعل المتعدد هو الفعل الذي يحتاج إلى مفعول ولكن ينقسم الفعل المتعدد إلى قسمين آخرين الفعل الذي ينصب مفعولا واحدا كما في ألقى الشاعر القصيدة هذه جملة تامة المعنى لا تحتاج إلى إتمام أو إكمال المفعول به هنا القصيدة وكما فهم من النص أن الجملة أتمت المعنى بمفعول واحد هناك بعض الأفعال التي لا تكتفي بمفعول واحد بل تحتاج إلى مفعولين لإتمام المعنى مثل ألبس سأل كسى منح أعطى وهب مثال ذلك وهب الله الإنسان العقل لا هذا ما يا عزيز الطالب الإنسان العقل هنا الإنسان هو المفعول به الأول والعقل هو المفعول به الثاني تعرب الإنسان مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره العقل مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضاً رأى علم وجد ألف ظن حسب خال زعم تخذ صير رد حول جعل هنا في قضايا اللغوية والتي تتبع القراءة الآيات القرآنية الأفعال المتعدية إلى مفعولين تنقسم إلى قسمين كما ذكرت لكم أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر مثل أعطى منح سأل منع كس نهو أعطيتك كتاباً وكسى الغني الفقير ثوباً أريد أن أنوه أن الكاف هنا هي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول قسم ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر وهو نوعان أفعال القلوب التي تنقسم إلى أفعال اليقين رأى علم وجد در نحو رأيت العلم نافعاً رأى ليست رأى البصرية عزيزي الطالب رأى هنا بمعنى علمت أو عرفت فتسمى أفعال اليقين أفعال الرجحان مثل ظن حسب زعم وعد نحو ظننت المسألة سهلة أفعال التحويل مثل جعل صير رد نحو جعل الربيع الأرض جنة بعد ذلك يا عزيزي الطالب سننتقل إلى إعراب ما تحته خط وكل الإعرابات التي تراها هنا هي أفعال متعدية إلى مفعولين ونريد أن نميز المفعول الأول والمفعول الثاني أيضاً السؤال الثاني يقول استخدم الأفعال الآتية في جمل مفيدة بحيث تنصب مفعولين رأى لا يجوز أن نستخدم رأى البصرية في ذلك لماذا؟ لأن رأى البصرية بمعنى شاهدت هنا تنصب مفعولاً فنقول رأيت السماء هذا ليس فعل متعد إلى مفعولين بينما رأيت بمعنى عرفت أو أدركت رأيت الحق ظاهراً لاحظ معي عد بمعنى حاسبة ورد أيضاً هذا هو عرض سريع لما سنقوم بتناوله خلال الأسبوع الخامس من هذا الفصل أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمت لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة ترجمة نانسي قنقر